هذا هو المقطع الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني في موضوع أصول الشيخ المفيد في التفكير والتنظير والاجتهاد تحدثنا في المقطع الأول عن أصل القرآن الكريم ونتحدث هنا اليوم عن التواتر عن أصل الحديث التواتر وأخبار الأحاد بنسبة للتواتر يقول الشيخ المفيد أن الحجة في الأخبار ما أوجبه العلم من جهة النظر فيها بصحة مخبرها ونفي الشك فيه والارتياب وكل خبر لا يوصل بالاعتبار إلى صحة مخبره فليس بحجة في الدين ولا يلزم به عمل على حال والأخبار التي يجب الألم بالنظر فيها على ضربين أحدهما التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطئ على ذلك أو ما يقوم مقامه والثاني خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحة مخبره وارتفاع الباطل منه والفساد والتواتر الذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة والانتشار إلى حد قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتفاق كما يتفق لاثنين أن يتوارد بالإرجاف وهذا حد يعرفه كل من عرف العادات وقد يجوز أن ترى الجماعة دون ما ذكرنا في العدد بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم ومخارج كلامهم وما يبدو في ظاهر وجوههم ويبين من مقصودهم أنهم لم يتواطئوا لتعذر التعارف بينهم والتشاور وأن لم يكونوا من الكثرة على ما قدمناه ويشرح المفيد حد التواتر من الأخبار فيقول أن التواتر المقطوع بصحته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل في العادة أن تتواطئ على افتعال خبر فينطوي ذلك ولا يظهر على البيان وهذا أمر يرجع إلى أحوال الناس واختلاف دواعيهم وأسبابهم والألم بذلك راجع إلى المشاهدة والوجود وليس يتصور للغائب عن ذلك بالعبارة والكلام وهذا مذهب أصحاب التواتر من البغداديين ويخالف فيه البصريون ويحدونه بما أوجب ألما على الاضطرار هذا تعريفهم للتواتر لا تواتر مع الشك في الحديث ولو رواه مليون إنسان ويلجأ المفيد إلى التمسك بالتواتر وتعريفه بالعلم الاضطراري في رده على الفرق الشيعية المختلفة التي تشعبت عن الخط العام للتشيئ عبر التاريخ وقيامها بإنكار بعض الضروريات كوفاة بعض الأئمة كالسبائية الذين أنكروا وفاة الإمام علي أو الإمام الحسين أو الكيسانية الذين أنكروا وفاة محمد بن حنفية أو ابنه عبد الله أو الناوسية الذين أنكروا وفاة الإمام الصادق فيقول فأما الناوسية فقد ارتكبت في إنكارها وفاة أبي عبد الله ضربا من دفع الضرورة وإنكار المشاهدة لأن الألم بوفاته كالألم بوفاة أبيه من قبله ولا فرق بين هذه الفرقة وبين الغلات الدافعين لوفاة أمير المؤمنين وبين من أنكر قط الحسين وادعى أنه كان مشبها للقوم وأما الخبر الذي تعلقوا به فهو خبر واحد لا يجب ألم ولا عملا وله رواه ألف إنسان وألف ألف لما جاز أن يجعل ظاهره حجة في دفع الضرورات وارتكاب الجهالات بدفع المشاهدات القول في أخبار الأحاد وبناء على الموقف السلبي من أخبار الأحاد يقول الشيخ المفيد إنه لا يجب العلم ولا العمل بشيء من أخبار الأحاد ولا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على البيان وهذا مذهب جمهور الشيعة وكثيرا من المعتزلة والمحكمة وطائفة من المرجعة وهو خلاف لما عليه متفقهة العامة وأصحاب الرأي يعني يقول يقبلون بخبر واحد ويعملون به ويضيف المفيد إن العلم بصحة جميع الأخبار طريقه الاستدلال وهو حاصل من جهة الاكتساب النظر يعني ولا يصح وقوع شيء منه بالاضطرار والقول فيه كالقول في جملة الغائبات وإلى هذا القول يذهب جمهور البغداديين ويخالف فيه البصريون والمشبهة وأهل الأخبار الموقف من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت المختلفة الظواهر ويقول للشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين أصابة الحق وأخبار مختلف فيها فينبغي للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع عليه كما أمر بذلك الإمام الصادق ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد شيئين منه ويرده إلى من هو أعلم منه ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان فإنه يسلم بذلك من الخطأ في الدين والظلال إن شاء الله ونظراً لورود أحاديث متناقضة عن أئمة أهل البيت في التراث الشيعي واحتمال صدور بعضها تقية أو احتمال كذب نسبتها إليهم إذ كما يقول إنه ليس كل حديث عزي إلى الصادقين أو الصادقين حقاً عليهم وقد أضيف إليهم ما ليس بحقاً عنهم ومن لا معرفة له لا يفرق بين الحق والباطل ولذلك تصدى الشيخ المفيد لبيان كيفية معرفة الصحيح من الموضوع فيقول متى ما وجدنا حديثاً يخالفه الكتاب ولا يصح وفاقه له على حال اطرحناه لقضاء الكتاب بذلك وإجماع الأئمة عليهم السلام عليه وكذلك إن وجدنا حديثاً يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده ثم الحكم بذلك على أنه صحيح خرج مخرج التقية أو باطل وضيف إليهم موقوف على لفظه ولكن الشيخ المفيد يقدم مقياساً آخر في أموم الأحاديث المتناقضة الواردة عن أئمة أهل البيت يعتمد على كثرة رواية الشيعة الإمامية لتلك الأحاديث فيقول إن المكذوبة فيها لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدق على الأئمة فيه وما خرج للتقية لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به بل لا بد من الرجحان في أحد الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه ولم تجمع الأصابة على شيء كان الحكم فيه تقية ولا شيء أدلس فيه ووضع متخرصاً عليهم وكذب في إضافته إليهم فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقاً على العمل به دون الآخر علمنا أن الذي اتفق على العمل به هو الحق في ظاهره وباطنه وأن الآخر غير معمول به إما للقول فيه على وجه التقية أو لوقوع الكذب فيه وإذا وجدنا حديثاً قد تكرر العمل به من خاصة أصحاب الأئمة في زمان بعد زمان وعصر إمام بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تتكرر الرواية به والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه وإذا وجدنا حديثاً رواه شيوخ الأصابة ولم يروع على أنفسهم خلافه علمنا أنه ثابت وإن روا غيرهم مما ليس في العدد وفي التمحيص بالأئمة مثله إذ ذاك علامة الحق فيه وفرق ما بين الباطل وبين الحق في معناه وإنه لا يجوز أن يفتي الإمام على وجه التقية في حادثة فيسمع ذلك المختصون بعلم الدين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه على أي وجه كان القول فيه ولو ذهب عن واحد منهم لم يذب عن الجماعة لا سيما وهم المعروفون بالفتية والحلال والحرام ونقل الفرائض والسنن والأحكام فهذه جملة من من طوت من طوت عليه من التفصيل تدل على الحق في الأخبار المختلفة والصريح فيها لا يتم إلا بعد إيراد الأحاديث والقول في كل واحد منها ما بينا طريقه وهنا ينتقد الشيخ المفيد الشيخ الصدوق ينتقد المنهج الأخباري للصدوق فيقول هو يدعو المفيد إلى الاجتهاد في الأحاديث والأخبار وعدم الأخر بظواهرها بسرعة فيقول لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب أو سنة أو مدلول دليل عقلي إلا بعد إحاطة الألم بذلك والتمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه ولا يقول برأيه وظنه فإن أول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا وإن أخطأ الحق فيه كان مأزورا والذي رواه أبو جعفر يعني الصدوق رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام إذ هي أخبار أحد لا توجب ألم ولا عمل وروايتها عن من يجوز عليه السهو والغلط وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن الأهدة في ذلك وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين ولا يقتصرون على المعلوم وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش ولا فكر فيما يرونه وتمييز فأخبارهم مختلطة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول واعتماد على النظر الذي يوصل إلى الألم من صحة المنقول وانتقد المفيد المنهج الأخباري الذي كان يتبعه صدوق وشيعة الأخباريين أموما وشيعة الأخباريون أموما في القرن الرابع الهجري فقال عند نقده لكلام الشيخ في المشيئة والإرادة الذي ذكره الشيخ أبو جعفر رحمه الله في هذا الكتاب لا يتحصل ومعانيه تختلف وتتناقض والسبب في ذلك أنه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن ممن يرى النظر فيميز بين الحق منها والباطل والعمل بما يوجب الحجة ومن عول في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه وقام الشيخ المفيد بنقد الشيخ صدوق بقوله وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم يعني يقصد الوارد في كتاب سليم ابن قيس الهلالي الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره وقد حصل فيه تخليط وتدليس فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته وليفزع للعلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد ووجه المفيد اتهاما للصدوق بالعمل على منهج أصحاب الحديث وذلك في إطلاقه القول بالتقية وعدم لاحظة الواقع الذي لا يوجب التقية في كل ظرف وكل زمان ومكان يقول نظرا لتمسكه بالمنهج الأخباري وقال لكنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ والعدول عن طريق الاعتبار وهذا رأي يضر صاحبه في دينه ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار نكتفي بهذا القدر هنا ونواصل الحديث إن شاء الله في الموقف من القواعد الأصولية الأخرى كالإجماع والإجماع الدخولي وما إلى ذلك في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا